موسيقى اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا وبشوفونا على ششة القناة الاولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حالة جديدة النهاردة من برنامج ده الشهير اكلة امي اكلة امي النهاردة من المطابخ العالمية المطبخ الغربي الاكل بتاعنا النهاردة بنفس الماتيريال بنفس المكونات ولكن هخليك تختارك المطبخ الطلياني المطبخ المكسيكي المطبخ الهندي وهكذا النهاردة معايا جوز فراخ حلوين تعالوا نغير الطعم ونطلحها من جو لصنية فراخ بالبطاطس شاورمة الحاجات اللي احنا عارفينها دي وهنعملها فراخ مشوية بالزعفران الزعفران ايه متطلباته علشان يشارك مع فراخ مشوية حاجات كتير قوي ممكن يكون زبادي ممكن تركيبة من التوابل العربية هنشوف هنعمله مع بعض ازاي وخاصة الزبادي لما بيشارك المشويات في تركيا في الاكلة دي لازم نشوفها مع بعض عشان الزبادي ما يبرغلش مننا او يفرط على وش الحاجة اللي بنشويها معنا طبع مكرونة النهاردة المكرونة اللي اسبكيت دايما مظلومة مع سوس بلونيز مع المطبخ الطلياني او مع الوايد سوس نحنعملها النهاردة مع الجبنة ولكن نوع الجبنة النهاردة مختلف الجبنة الشلش او الجبنة المجدولة معروفة بالاسم ده في المطبخ الشامي والسوري بالاخص هنعملها النهاردة مع بعض بالجبنة نوع الجبنة ده كده مزة الجبنة دي اشوف مغاز غير المزارلة لما بتخش مع الوايد سوس اللي انا هعمله بتشد و بتبقى مطاطية الاطفال بيفرحوا بيها و بتعجبهم او على فكرة فطبع المكرونة ده له مزاق خاص بنوع الجبنة ده هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقة لطيفة وحلوة الحلوة بتاع النهاردة بيناسب الرياضيين كبار السن للاطفال الحلوين ولكن هنعمله بطريقة جديدة كاسات الطمر او المهلبية الطمر بالمكسرات والعسل الميزة في الطبق ده في كل العناصر الغذائية اللي بيتطلبها الجسم حسب الاعمار صغير وكبير حلقاتي فقط تفاصيل كتير معلومة غير معلومة فيها فكرة طهوية بخف الدم مصرية من مطابخ العالمية انا شغال دلوقتي في المهلبية الساز الفريع العمل بعد اذن حضراتكم نشوف مقادير كاسات الطمر بالعسل والمكسرات طبق فيه كل العناصر الغذائية صغير وكبير هيستفيد منه نزلت بالطمر اللي هي العجوة اللي موجودة عند اي بقال او عدفة كاني الطمر بتاع سيناء والعجوة بتاع السيناء وبتاعة الوحات اللي بنصدرها للدنيا كلها اه سيحتها وحطتها في حليب معايا شوية نشا عينية او زي ما هو او انا بس بدوبت العجوة في قلب الحليب او الطبق ده مسته طبعا حاجة كده واخدى سكة العصيدة بس بشكل تاني يعني او عصيدة الطمر احنا كلنا عارفينها او ده بالطمر في قلب الحليب الله عليك عم تشيف اه اه ننزل بعسل ولا بسكر العب ننزل بشوية عسل اه عسل ربنا يعسل ايامك يا موازي اه انزل بالعسل نقل عندنا يا شيف معلقتين من النشا القوام اه ننزل بشوية كده ونقلق لغاية لما يديني القوام اللي انا عايزه اه نحط شوية مكسرات نحط في قلبها شوية مكسرات انا مع المكسرات تستوي شوية لو بتعملي مهلبية بتعملي اي نوع من الانواع الحلويات فيه مكسرات انا بحب المكسرات تستوي مع الخليط شوية عشان ما تكسر لي السناني الجبنة ما زالت بتسيح ايه 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 بالشكل ده كده اهو اهو يلا وناخد المكسرات بتاعتنا معانا جوز الهند طيبة لطيفة هاي بسموها دوفر لما تلاقي عند الراجل العطار يعني تبقى طويلة شوية معانا فول سوداني معانا زبيب معانا نوع تاني من الزبيب الايام دي هيكتر الزبيب بقى واليابيش بتاع رمضان في البيت بتحب لي حشوات كنافة حشوات بسبوسة معانا شوية لوز متكسر وجاهز شبه السودوبر كل ده في قلب الايه الطمر والحليب ياخد غلوة دي طريقتي وتسيبوا على النار هادية كده اه تومي لما تاكل من المكسرات دي تلاقي طريقة كبار السن لما ياكلوا منها ما تيزهمش الاطفال لما ياكلوا منها ما تيزهمش تعالوا مع بعض نشوف كاسات الطمر ايه الحلاوة دي ايه الحلاوة دي جيبي بقى الايه الكاسات بتاعت الجيران اطباق الجيران خبطي على جارتك كده وصلت الرحم راح تزور حماتك يا حماتك كل ساون طيبة مرضيتش عد على الحلوان اللي عن ناسي اجيبلك ترطاية عملتلك النهاردة حلو على طريق الشيف المغازي مكلفنش تلاتة تعريفة شوية حليب من التلاجة شوية عجوة وعملنا كاسات الطمر بالمكسرات والعسل ممكن تستخدمي بدل العسل شرباط عادي اللهم صلى عن نبي انا معا ان المكسرات تغلي فين يا شيف لسه نحط كمان على مكسرات شفت انا بغرف ازاي اه 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 بالشكل ده كده اه عشان الطبق بابتضيف معاك اه تلتينو كويس اه اه هيدي ايلي اللي يأكل من دي على فكرة كلنا عارفين القيمة الغذائية للطمر واحنا داخلين على الشهر الكريم كل عام وحضراتكم بخير الصفرة دايما بتاعتنا او الفطار بنبدأ بالطمر اه غانب السكريات غانب السعرات الحرارية بيعود الجسم طول النهار عن الصيام بحاجات كتيرة اوي معادن كتيرة وبشنا مش محتاجة نحن نتكلم عنه استخدمنا منه العجوة بتاعتنا بتاعت سينة وبتاعت الوحات دخلنا معاهم كسرات حليب وعسل ظهرة البرسيم ما جبناش حاجة غالية ولا حاجة اه ممكن تحط شوية قرفة اه تبقى لطيف طمر يحب القرفة دي جوز الهند شوية لوز يا مزاجك اللوز عينية عينية عايز اقول لحضراتكم من غالي خبر عاجل دلوقتي تنويه يعني عشان ايه نسمع الحلقة دي ان شاء الله تتعادي يوم الخميس صح يا سوزر يا حاب لحضراتكم ليه يا شيف عشان حلقة حلو وانتوا بتحبوا الحاجة الحلو يعني حاجة فيها قيمة غزائية فيها فايدة فيها اداء حلو الحاجات الحلو دي لازم نعرفها كل عشان احنا بقينا صحاب دلوقتي بقينا عشرة لازم نعرف تفاصيل البرنامج اكلة امي زبيب والدليل على كده لما ست الوالدة تعمل اكلة حلوة لما نكونوا مسافرين ولا حاجة بنبقى عايزين نكونها كل يوم من ايديها المكرونة عينية حطها على شوية بايدونس مخرج بيقول لي لونها ابيض كده بس لما ادوها خلي بالك اشوفها تعجيبك او على فكر حاضر عينية هعمل حاجة بقى كده وانا بختم عشان المخرج عايز يشوفها بجد والله عايز يشوف الشكل المكرونة بعد ما اتغرفت حالية النهاردة بساطة سهولة مرونة فيها تفاصيل كتيرة فيها معلومة فيها خبرة تهوية بغازية طبق مكرونة من المطبخ الطلياني بخف الدم مصرية بجبنة مجدولة عملنا كسات الطمر بالمكسرات والعسل شفنا التكنيك العالي طبق مفيد جدا للكبار والصغار والرياضيين فيه رغ بتتكلم مصري ولكن بالطعم الهندي فيها زعفران فيها زبادي فيها تشكيلة من الخضار لونها لطيف وجميل يفتح الشهية رؤيا فن إبداع بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية منين يا بغازي؟ من ماس بيرو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر